أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا ترفض محادثات السلام بشأن أوكرانيا ولكن كلما تأخر بدء هذه المحادثات زادت صعوبة التفاوض وفي كلمة له خلال اجتماع مع زعماء أحزاب مجلس الدومة قال بوتين أنه يجب على من يرفضون البدء في محادثات السلام أن يعلم أنه كلما استارق الأمر وقت أطول سيكون من الصعب التفاوض مشددا على أن بلاده مستعدة للتفاوض على السلام أعلن البرلمان الروسي أن مجلس الاتحاد بصدد إصدار قرار يحضر على سفير بريطانيا لدى معسكو دخول المجلس على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وقال رئيس لجنة الشؤون التنظيمية بمجلس الاتحاد الروسي قال إن اللجنة بصدد اتخاذ قرار لا يتيح للسفير البريطاني لدى روسيا وموظفي السفارة البريطانية الآخرين الفرصة لزيارة المجلس أعلن نائب وزير الخارجية روسي سردي ريابكوف أن الولايات المتحدة ناشدت روسيا الاعتراف بالمرتزقة في أوكرانيا كمقاتلين مشيرا إلى أن الموضوع لم يذهب أبعد من ذلك وقال ريابكوف أن هناك إشارة معينة من الجنب الأمريكي تركز بشكل أساسي على أنه يجب تصنيف هؤلاء الأشخاص قاموا قاتلين بالمعنى المنصوص عليه في التفاقية جناف ويجب أن يغضعوا لالتزامات محددة أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمار زيلانسكي عن أمله ألا تتغير سياسة المملكة المتحدة تجاه أوكرانيا بعد استقالة رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون وقال زيلانسكي إن جونسون قدم الكثير إلى أوكرانيا معربا عن اعتقاده أن المملكة المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا وأعرب رئيس أوكرانيا عن أمله في أن يبط رئيس المزراء المنتخب حديثا في المملكة المتحدة الدعم لأوكرانيا لسيما من الناحية العسكرية دعا وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا دول المحيط الأوكيانوسي للانضمام إلى العقوبات الدولية المفروضة ضد روسيا والحد من نشاطها البحري في مياهها الإقليمية ومنع روسيا من استخدام ولاياتها القضائية للإفلات من العقوبات وخلال خطابه في منتدى جزر المحيط الهادئ طلب كوليبا دول المحيط الأوكيانوسي مواصلة دعم أوكرانيا في الأمم المتحدة والتصويت على القرارات التي تدعم كييف والانضمام إلى العقوبات الدولية ضد روسيا وأيضا الحد من النشاط البحري لروسيا في مياهها الإقليمية ومنع روسيا من استخدام صالحيتها للتهرب من العقوبات أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير نظامين لصواريخ هاربون المضادة للصفن قدمتها بريطانيا لأوكرانيا وذلك في منطقة أوداسا وتعد أنظمة الصواريخ التي سممتها الولايات المتحدة واحدة من عدة أسلحة قدمتها الدول وحيل في شمال الأطلنطي إلى أوكرانيا منذ بدء الأزمة الأوكرانية من دهاتها أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تستعد للهجوم على مدينة سيفرسك الأوكرانية وفي بيان لها أضافت الوزارة البريطانية على القوات الروسية ستتوقف مؤقتا على الأرجح لإعادة التزود بالإمدادات قبل القيام بعمليات هجومية جديدة في منطقة دناتسك أوبلاست وقالت الوزارة أن هناك احتمالا وقاعيا أن يكون الهدف التكتيكي الفوري لروسيا هو زيفرسك حيث تحاول قوتها التقدم نحو هدفها الأكثر ترقيحا في منطقة سلوفيانسك وكارما تورسك الحضرية اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد ونواصل نشرة الثالثة انطلقت فعليات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في العاصمة الإندونيسية بالي بمشاركة وزيري الخارجي الأمريكي أنطوني بلانكن والروسي سردي لفرود وترتكز المحادثات على الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها العالمية على الاقتصاد والجهورفية السياسية حول الأزمة الأوكرانية وتدعياتها ومواجهة عدم الأمن الغذائي العالمي وتقلب أسعار الطاقة يعقد وزراء خارجية دول مجموعة العشرين اجتماعهم لمناقشة تدعيات تلك الأزمة التي تشارك بها روسيا مشاركة موسكو في فاعليات القمة قد تحول عن إصدار بيان مشترك للمجموعة بشأن أوكرانيا واستقلق أوروبي من استغلال روسيا القمة في الحصول على تأييد واسع لعمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا النطقة باسم وزير خارجية الأوروبي جوزيب بوريل عربت عن رفض الاتحاد الأوروبي استخدام روسيا لقاءات مجموعة العشرين في إندونيسيا كمنصة للدعاية بشأن الأزمة الأوكرانية وعبرت وزيرة الخارجيات الاندونيسية ريتنو مارسودي في بدء الاجتماع عن أمل جاكرتا في أن تجد طرقا للمضي قدما من خلال مناقشات مجموعة العشرين اندونيسيا الدولة المستضيفة للقمة أعربت عن مخوفها من تزايد أزمة الأمن الغذائي التي يشهدها العالم مشيرة على لسان وزيرة خارجيتها ريتنو مارسودي إلى أن الدول النامية وذات الدخل المنخفض هي الأكثر تأثرا بالأزمة الأوكرانية ودعية إلى سرعة إنهاء الأزمة في أسرع وقت وتسوية الخلافات على طويلة المفاوضات وليس في ساحة المعركة ويشمل جدول أعمال القمة أيضا اجتماعا مغلقا بين كبار الدبلوماسيين من دول مجموعة العشرين بما في ذلك الصين والهند والولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا وكندا واليابان وجنوب أفريقيا فضلا عن محادثات ثنائية وزير الخارجية الصيني وانجبي أعرب عن رفض بلاده أي عمل من شأنه تصعيد المواجهة بين التكتلات وإطلاق شرارة حرب باردة جديدة من جهتها دعت وزيرات الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي وزاراء خارجية الدول مجموعة العشرين المشاركين في اجتماعات المجموعة بجزيرة بالي الإندونيسية على العمل من أجل إيجاد سبل لإنهاء الحرب في أوكرانيا وفي كلمتها خلال جلسة مشترقة لوزراء مجموعة العشرين ناشدت وزيرة الخارجية الإندونيسية القادة بأن يعملوا على إنهاء الأزمة الأوكرانية وأضافت أن المسئولية تحتم على الجميع العمل من أجل إنهاء هذه الحرب بصورة عادلة ويجب تسوية الخلافات على مائدة التفاوض وليس في ميدان القتال طالب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين خلال المحادثات المغلقة لمجموعة العشرين في بالي طالب موسكو بالسماح بشحن الحبوب من أوكرانيا وأشدد بلينكين على أنه يجب على روسيا عدم إغلاق المرافق ومنع أوكرانيا من تصدير الحبوب وأضاف وزير الخارجية الأمريكية أن بلاده قدمت العديد من المساعدات المالية للتعامل مع نقص الغذاء العالمي الناجم عن الأزمة الأوكرانية خاصة وأن كييف تعد أحد أكبر مصدر الحبوب في العالم قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا تزيد من الصعوبات في جميع أنحاء العالم وخلال لقائه وزير الشؤون الخارجية الهندي خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا قال بلينكين أن العديد من التحديات التي يواجهها العالم والتي لها تأثير على حياة الناس تفاقمت بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا موضحا أن هناك تقريرا صادرا عن برنامج التنمية التابعي للأمم المتحدة صدر حديثا يؤكد أن 71 مليون شخص آخرين يعيشون الآن في فقر نتيجة للأزمة الأوكرانية أعلن وزير الخارجية الروسي سربيل أفراف أن الولايات المتحدة تحاول إجبار العالم بأسره على التخلي عن مصادر الطاقة الرخيصة وفي مؤتمر صحفي عقاده في مدينة دينباسار بإندونيسيا شدد لفروف على أن روسيا مستعدة للوفاء بجميع التزاماتها بشأن إمدادات الطاقة الرخيصة مؤكدا أن الولايات المتحدة تكبر أوروبا وبقية العالم على التخلي عن مصادر الطاقة المتاحة والتحول إلى موارد أغلب كثير وحمل لفروف الدول الغربية مسؤولية أزمة الغذاء التي يشهدها العالم انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك موسكو معتبرة أنها تعارض الحوار مع شركاء دوليين وذلك بعد أن غادر نظيرها الروسي سيرجي لفروف القاعة أثناء إلقائها كلمة خلال اجتماع لمجموعة العشرين وقالت بيربوك إينا لفروف غادرت جلسة الأولى من منتصفها وتغيب عن جلسة ثانية ما يظهر بشكل أوضح أنه غير مهتم بالتعاون الدولي أو الحوار مع شركاء الآخرين في مجموعة العشرين ترجمة نانسي قنقر